اتحنا المجال على صفحات سوشال ميديا بقناة النادي الاهلي وسألنا جمهور النادي الاهلي ايه هي الرسالة اللي تحب توجيهها لمستر موسيماني بالتأكيد مستر موسيماني هو كمان في فترة راحة سلبية ويمكن سافر خلاص جنوب افريقيا يرجع ان شاء الله يوم الخميس عشان يقود مران النادي الاهلي هو كمان مسك الورقة والقلم وبيفكر وبيرتب وبيحضر للمطشاط اللي جاية وبيعيد حساباته وبيعالج اخطاءه وبيشوف ايه الحاجات المفترض ان يشتغل عليه فترة اللي جاية فعشان كده قلنا ندي مساحة الجمهور النادي الاهلي اي رسالة تحب توجيهها وجيهها على صفحاتنا على التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتويتر هاكم هايل من الرسائل بس انا هطلب من حضراتكم بلاش الرسائل اللي من نوع قعد فلان ولعب فلان ودي فرصة لفلان لانه بالتأكيد اي مدير فني عايز كل ورقة ممكن تخدمه في تحقيق فكره او تطبيق طريقة لعبه او توصيله للمكسر مفيش مدير فني في الدنيا هيشوف عنده ورقة ربحة ويعادها جانبه على الدكة لله في لله فخلينا نتكلم اكتر في الكرة وخلينا نتكلم اكتر في البطولات اللي جاية ويهمنا دايما واهلا وسهلا طبعا بكل قراء جماهير النادي الاهلي استقبلنا كم كبير جدا من رسائل وفي انتظار طبعا على مدار الحلقة بقيت رسائلكم اللي تحبوا تقولوها لمسر موسيماني